تربويا قام مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضر موت أمين بعباد بزيارة تفقدية لمبنى ثانوية بن شهاب الكائن بمنطقة جول شفاء بالمكلة وخلال جولته داخل مبنى الثانوية أكد المدير بعباد بأن أهمية المبنى ومكانته التاريخية يحتم علينا وضع حل للكثير من المشاكل التي كان يعاني منها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها مشكلة الصرف الصحي للمنطقة المحاذية للثانوية والذي أدى لتسرب ميائه إلى داخل حوش الثانوية بشكل متكرر خلال السنوات الماضية دون وضع حل لمشكلة هذا التسرب وما يوثله من خطر على صحة طلاب الثانوية موضحا بأنه قد تم التنسيق لغرض التعاون مع فرع المؤسسة العامة للمياهي والصرف الصحي بساحة لحضر موت ومكتب الأشغال العامة والطرق والاتفاق على وضع حل جدري لهذه المشكلة بما يضمن عدم حدوثها مستقبلا مشيرا إلى أن أعمال الصيانة جارية منذ أسبوع لغرض إيقاف طفح مياه المجاري بما يضمن الانتهاء منها قبل انطلاق العام الدراسي القادم ووجه المدير بعباد خلال جولته المتخصصين في شعبة المشاريع بالمكتب بالإسراع في حصر وصيانة مبنى ثانوية جراء الإهمال الذي لحق مؤخرا بالمبنى مؤكدا بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الشروع في عملية تأهيل المبنى من جديد بما يتناسب مع ما كانت هذا الصرح التربوي والتعليمي